باختصار مسلسل لو ما شاهدته اتمنى انك تروح للشرطة وتقول لهم انا ما شاهدت هذا المسلسل علشان يتم سجنك وراح اقول لهم يحطوا لك تلفزيون داخل السجن موجود فيه هذا المسلسل فقط وتشاهده هناك هذا المسلسل اسمه هلا معكم ثامر من قناة ميغافيلم واليوم راح اقدم لكم الجزء الخامس من سلسلة مسلسلات عظيمة من المؤلم ان لم تشاهدها طبعا في هذه السلسلة اجيب لكم المسلسلات اللي انا استمتعت خلال مشاهدتها واضمن لكم انكم راح تستمتعون خلال هذه المسلسلات اغلبها منتهية وفي بعضها قصيرة عندك فيلم ومسلسل اكتبه تحت بالتعليقات وراح ايعلن عن ثلاث فائزين نهاية الفيديو القادم والجازة راح تفيدك في عالم الافلام والمسلسلات والفائزين في الفيديو السابق راح اذكرهم ايضا في نهاية هذا الفيديو ونروح الى مركز العاشر اسم المسلسل From Dusk Till Dawn المسلسل هذا ما اخوذ عن فيلم روع بنفس الاسم ولكن ما تحتاج انك تشاهد الفيلم لانك راح تعرف كل شي من بداية المسلسل المسلسل ممتع من كل النواحي وخلط بين الروع والاكشن المسلسل يتكلم عن اخوين يسرقون البنوك بسبب الثار فقط ولكن هذا الشي راح يجعل حياتهم جحيم فترى ما هو السبب من المسلسلات اللي ما حبيت تدخل في احداثها علشان الحرب سلسل ممتع ويستحق وقتك بالتأكيد ونروح لمركز التاسع اسم المسلسل ليث الوبن من المسلسلات الاكشن الجميلة واللي حبيت الاكشن اللي في هذا المسلسل طبعا قصة المسلسل كل حلقة راح يكون معنا مجرم جديد ويحاولون الامساك به وهنا مارتن واللي ما يدر يخرج قصة وفاة زوجته من عقله وهذا الشي جعله انسان مشوش واللي دائما ما يخاطر في حياته اثناء عمله كشرطي وهنا يحاول شريكه في العمل ان يجعل مارتن ان يمشي بالطريق الصحيح فترى ماذا سيحدث لهم في هذا المسلسل السلسل باختصار رائق ويستحق المشاهدة ونروح لمركز الثامن اسم المسلسل Escape at Dinamora مسلسل قصير والان اتوقع اني اشاهد المسلسلات قصيرة بكثرة علشان حبكت القصة بطريقة جميلة ومختصرة المسلسل هذا يتكلم عن قصة حقيقية وهنا اثنين من السجناء يحاولون هروب من السجن ولكن غريب من اللي راح يساعد هؤلاء المساجين وليش تريد ان تساعدهم فهل سينجحون بالهروب ام لا مسلسل جميل ويستحق وقتك بالتأكيد ونروح الى مركز السابع اسم المسلسل Catch 22 من المسلسلات المظلومة واللي تستحق وقتك المسلسل هذا مسلسل قصير قصة رهيبة وهو مسلسل منتي واللي يحشق في المسلسلات القصيرة لانها تكون مختصرة وتعيش القصة بيحبك بطرة من المسلسل وايضا يتكلم عن قصة حقيقية باختصار يوجد شخص اسمه جون يوسراين اثناء الحرب العالمية الثانية واللي يحاول الهروب من الحرب والنجاة ولكن في كل مرة يقولون له هذه اخر عملية لك فترى ما سر هذا الانسان وليش يريد الهروب وهو اللي اختار هذا الشيء مسلسل مظلوم جدا ويستحق وقتك بالتأكيد ونروح الى مركز السادس اسم المسلسل ومعنى مسلسل من شبكة HBO وايضا الممثلة اللي يحب اغلب اعمالها ايمي ادمس ودائما ما تبدع في اغلب اعمالها درامية جدا مسلسل هذا الغموض فيه جميل ولو انت ما تحب مسلسلات الغموض او المسلسلات اللي فيها دراما كثير ما راح تحب هذا المسلسل ولكن لو ان تعشق الدراما الحزينة راح تحب هذا المسلسل يتم تعين الصحفية اللي قامت بدورها ايمي ادمس طبعا هذه الصحفية يتم تكليفها بمهمة مقلقة لها والسبب لازم ترجع لمدينتها السابقة واللي صار لها احداث كثيرة فيها وعلشان تغطي هذه الجريمة وهذه الجريمة اللي راح تغطيها باختصار تم قتل فتاتين فترى هل ستكتشف هذا السر ام لا وليش لا تريد العودة لمدينتها السابقة ونروح الى مركز الخامس اسم المسلسل يوفوريا مسلسل من شركة هيتش بي او وسبقا قلت ان هذه الشركة عظيمة جدا واغلب اعمالها متعوب عليها مسلسل هذا جريء في الطرح ويتكلم عن وضع اغلب المراهقين واللي يعيشون الصعوبات في هذه الحياة واحيانا ما يقدرون يطلعون منها راح ندخل داخل قصة طالبة تعاني من الاكتئاب فترى ما هو السبب وما قصة هذه الفتاة بالضب مسلسل جدا جدا مظلوم ويستحق المشاهدة بالتأكيد ونروح الى مركز الرابع اسمه المسلسل ويتز من المسلسلات اللي اول ما خلصت منها حزنت عليها لاني ما كنت اريدها ان تنتهي المسلسل يجمع بين كوميديا والدراما وايضا قصة المسلسل جميلة ايضا المسلسل يتكلم عن زوجة ارملة وبسبب هذا الشي اصبحت تحتاج للمال والعمل دائما وتعمل في بيع الحشيش واللي كان ممنوع في امريكا سابقة والان كيف راح تعيش وماذا سيحدث لها وما هي العواقب لهذه الجريمة المسلسل من ابداع ميري لويس واللي ابدعت في المسلسل ايضا المسلسل يستحق المشاهدة ويعاطه فرصة عيد وكرر عاطه فرصة لانه يستحق وقتك والروح الى مركز الثالث اسمه المسلسل ميستر روبيت من المسلسلات المعروفة واللي تستحق وقتك وانا حطيته في هذه القائمة لانه هو الان يعتبر مسلسل منتهي وتقدر تشاهده وانت متأكد ما راح يكون في اي موسم جديد المسلسل يعتبر تحفى في عالم المسلسلات ولو قعدت تتكلم عنه طوال الحلقة ما راح اوفيه حكي وخاصة بعد ما انتهيت منه وعرفت حبكة القصة البطرة المسلسل يتكلم عن شاب يعاني من الاكتئاب وايضا يعاني من الوحدة وهذا الانسان مبدع في عالم الحاسب يعمل كمبرمج في الصباح وفي الليل يصبح حاكر ولكن الامر لا يتوقف هنا ف ما ترى ماذا سيحدث مع هذا الانسان الغريب وما قصته بالضبط ونروح لمركز الثاني اسم المسلسل شيملس من المسلسلات العظيمة واللي تستحق المشاهدة مسلسل مسلي ويخلط احيانا بين الدراما والكوميديا والإثارة راح تدخلون قصة عائلتين في هذا المسلسل كل شخصية في هذا المسلسل لا تقل إبداع عنه ثانية ويتكلم عن عائلة كل فرد فيها يعاني من مشكلة على سبيل المثال الأب اللي المفروض يكون هو العقل في هذه العائلة هو أسوأهم ودائما ما يكون مدمن على الخمو ولكن في يونا البنت الأكبر في هذه العائلة تحاول أن تخلي هذه العائلة أن تمشي على طريق الصحيح ولكن ماذا لو كان كل فرد في هذه العائلة لا يملون من الأخطاء مسلسل باختصار ممتع ويعتبر من أفضل مسلسلات مستمرة إلى الآن ونجي إلى مركز الأول أفضل مسلسل في هذه القارب دائما اسم المسلسل من أكثر المسلسلات الأسطورية واللي تستحق المشاهدة والجميل في هذا المسلسل لو خلصت من فترة طويلة ورجعت تشاهد الآن راح تعيش الإبداع من جديد مسلسل هذا وثاني مسلسل خلاني أبكي والسبب أني كنت أشاهده يوميا وما أشاهد أي شيء ثاني وبعد انتهاءه بكيت بحزن بسبب أحداث كانت بالمسلسل وهذا الشيء قد لا يمر مع بعض الناس والسبب أنك ما تعيش قصة المسلسل الصح مسلسل قصة الأسطورية ويتكلم عن مجموعة من الناجين نجوا من تحطهم طائرة كبيرة ولكن المشكلة ليست هنا المشكلة أنهم وجدوا أنفسهم في جزيرة غريبة جدا والآن ماذا سيحدث معهم راح نعيش داخل قصة أغلب الشخصيات في المسلسل بطريقة عظيمة جدا والآن بيقى معنا فيزين في المسابقة طبعا هذه الثلاثة فيلام اللي فازت وهذه أسماء المتسابقين لو ما حالفك الحب حاول تجد فيلمه مشهور وبنفس الوقت يكون بطل كم معكم ثامر من قناة ميغافيلم لا تنسوا نشتراك بالقناة ولا يكون نشر إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة